السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نبدأ نحل في ملحق كتاب جامل الصف الاول الثانوي لامدراسي عشرين خمسة وعشرين الترم الاول ان شاء الله كويز وان على الوحدة الاولى يونيت وان صفحة اربعة السؤال الاول ينبغي علينا ان نكون متأكدين ان السياحة في مصر تكون ايه وان لا سوف يتأثر الاقتصاد بشكل سيء بسستنبل مستدامة لاجابة لطر دي السؤال الثاني نحن لمدة اسبوع خلال الغابة الماطيرة السنة الماضية انها كانت رائعة يبا احنا كنا نتجا والتريج لاجابة لطر ايه السؤال الثالث بعضا من ايه تقابلوا لمناقشة كيفية حماية الحيوانات من اخطار الجفاف يبقى اللي هي اللي هما عماد البيئة او القائمين على صيانة البيئة وحفاظ على البيئة السؤال الرابع انا كنت معتاد على العيش في قرية للصيد على ساحل البحر الاحمر ساحل يبقى قوست لجابة لطر ايه السؤال خامس استرينج اول هوليدي ان شارم الشيخ ويس بيس دايفينج ميني تايمز اثناء الاجازة بتاعتنا في شارم الشيخ نحن كنا نذهب للغوص اللي كثير من المرات دايفينج من الرياضات الاخيرة اين جي تاخد جو وفي الماضي تبقى التصريف الثاني من جو وينت السؤال السادس لمدة خمس سنوات لمدة خمس سنوات انا كنت اعمل كمترجم قبل الاستقالة وبداية مهنة جديدة لاحظنا ان الحدث انتهى حتى لو في فور لان فور بتدل على المضارع التام ولكن ايضا تدل على الماضي البسيط في حالة انتهاء الحدث هو اشتغل مترجم ثم استقال وانتقل الى عمل اخر يبقى كده ماضي بسيط عندي دي مضارع تام مستبعدة ويورك مضارع بسيط مستبعدة ماضي بسيط في المبني المقول ماضي بسيط في الاكتف الاي هنا فاعل فتبقى ماضي بسيط عادي السؤال السابع انا اطفالي مع بعض طول النهار امس لانهم كانوا حرين يعني ما عندهم شهاجة فاضيين يعني بس هنا عندي طوال النهار يستردي بيدل على الاستبرارية يبقى كده زمن ماضي مستمر وز او وير زائد فير باخره اين يجي هنا جامع هتبقى الاجابة هنا بلاي اه مضارع بسيط وهنا هات بلاي ماضي اي تام ما بيجيش مع الاستبرارية وهنا ار بلاي ده زمن المضارع المستمر ينفع المستمرارية ولكن كلمة يستردي بتدل على زمن الماضي السؤال السامن داليا قوت داليا تخرج كسيرا عندما كانت صغيرة الاول هنا جاي بعدها ماضي بسيط يبقى بلاي برضو ماضي بسيط لان هنا بسرة احداث في الماضي بتكلم على عداد في الماضي العداد في الماضي باستخدم معها ظروف التكرار عادي خالص اللي هي منها ويجولي ويوفن وغيرها لناخد جدر الاستبعاد عندي هنا معناها عادة كانت في الماضي ومستمرة تمام وهنا برضو انا عندي نائز اه مرفع المصرف في المدارع عشان بتكلم في الماضي مش هتنفع عادي باسيط يجولي عادة بدل على عادة من ظروف التكرار ووينت تصريف الثاني من قوي بزمن الماضي البسيط. بقى ان شاء الله السؤال التاسع. ماي سستر اس بيس اقول درينج از شي وز دي جينج ان هير جاردن الهزانة في از جاي بعديها زمن الماضي المستمر. ربنا عايز القبلة اللي قبلها زمن الماضي برضو. وز فايندينج دماضي مستمر فايند دارة بسيط. وي فاوند ماضي بسيط. ويوزد تو فايند عادة في الماضي. هنا اختي كانت عايز يقول يعني فايند يعني اختي وجدت اه هنا خاتم دهب عندما كانت تحفر في الحديق. الاحظ هنا از جاي بعديها ماضي مستمر. الحدث كان مستمر انها كانت تحفر. قطعه حدث اخر وهو وجود اه خاتم او ايجاد خاتم. يبقى حدث القطع بيكون ماضي بسيط. الاجابة لترسي فاوند. سال عشر هيز بيس تو بريزن از رزلت اف هز كرايمز. هو تم اغزاه الى السجن كنتيجة اه لجرائمه. هي هنا هي مفعول بتدل على زمن بتستدم في المبني للمجهول. ان شاء الله لما يكون فيه صوت اغاني او صوت موسيقى عالية بقى هوقف الفيديو وارجعتين ان شاء الله بعد ما يمشي. تمام قلنا هنا هي هي مفعول ويعرفت ان هي مفعول ليه? لان هنا الفعل عندي تيك ياخذ ياخذ ايه? لو انا فضرت ان يفعل هي تيك هي بقى ايه هو ياخذ ايه? وهي تيكس ياخذ ايه? مش موجودة. ده جاينا بعدية حرف جر على طول. يبقى كده هي كده اصبحت مفعول هو اخذ الى السجن كنتيجة لجرائمه. يبقى انا كده عايز مبني المجول. مبني المجول في الماضي البسيط. ماضي بسيط في الاكتف. ماضي مستمر. وهات زمن الماضي التام يبقى لجرائمه. يبقى تم اخذه الى السجن كنتيجة لجرائمه. بعد كده الترجمة من اللغة الانجليزية العربية. ان الكاظرات البيئية هي يعني التلوث مش كاظرات. يبقى ايه مستبعدة? التلوث البيئي واحد من سلسلة المشاكل. مفيش كلمة سلسلة. ده معناها جاد او خطير. يبقى بيه مستبعدة. ان التلوث البيئي واحد من اخطر المشاكل التي تواجه البشرية وتؤذي البيئة الطبيعية. يعد التلوث البيئي من اخطر المسائل. لا مش المسائل مشاكل. يبقى دي برضو مستبعدة ويبقى لجابة ان شاء الله لترسيه. بعد كده الترجمة العربية الانجليزية. تعتبر النظافة الشخصية الحل الاساسي للتصدي للامراض المعادية او الفيروسات القاتلة مثل فيروس كورونا. هيجين ووز كونسيدر ده تو مين مين يعني يعني نعايزين حل اساسي ليمين. مين سولوشن فدي مستبعدة اي خلاص. هيجين is considered the main solution to face infections or deadly viruses such as كورونا فيروس. هيجين is the main solution to face infections or dead viruses such as كورونا فيروس. هنا الدد اللي هو مين. هايزين مميت او قاتل اللي يبقى هنا برضو مستبعدة لطر سي. هيجين is considering. هنا considering هنا معناه يفكر. انما هنا عايزين تعتبر. تعتبر التنظام اللي هي بتبقى شكلها زي الوابن المجول. يبقى ايز consider. دي برضو مستبعدة. ويبقى الاجابة ان شاء الله لطربية. شكرا والسلام عليكم.